موسيقى 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 أولا نريد أن نعرفه كيف سعيد السلامي سعيد السلامي مغربي يعني محقوقي تدافع على حرية الإعلام والحق في حصول المعلومات يعني اشتغل يعني تكون في المنظمة الدولية المدة 19 في لندن اشتغل فيها لمدة 12 سنة وكان مسؤول على قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكان يشتغل على عدد من الدول العربية خصوص على القوانين حرية قوانين الصحافة والنصر وقوانين السمعي البصري وقوانين كذلك كنا نناضي لديك الوقت على موضوع يعني الحق في حصول المعلومات اللي ما كانش داشي دولة مغربية يعني دولة في المنطقة الشرق الأوسط الشمال الإفريقيا عندها نتكلم الآن عندي باعتبارك من من المناظرين مع حرية الإعلام والصحفة يعني بعد مرور عشر سنوات على الرابع العربي إلى أي حد كتشوف هذه القطاع هذه الصحافة والإعلام إنعكست عليه هذه التوارات شوف يعني منذ انطلقت احتجاجات أو نقول التوارات في بلدان العربية بدأ النقاش حول هذا الموضوع ما هو ذور الإعلام أولا في قصوص خلال هذه التوارات ومن بعد يعني بدأت نقاش كذلك على هذه التجربة إلى العشر سنوات ماذا حصل ما هو دور الإعلام هل تغير قطاع الإعلام في هذه المناطق هل دور الصحفي تقوى هل له مجال الحرية التعبير أكثر من الماضي إلى آخيره أولا كلنا والاستنتاجات كلها وقع المعاهد الدولية والمنظمة الدولية وحتى في المنطقة العربية ما قلوش احتفاله ما كانش احتفال كانت وقفة لمراجعة هذه هذه العشر سنوات ماذا وقع؟ لحصل أنه وقع تدهور كبير وخطير لحرية الصحفة والإعلام في المنطقة لأن هذه التعبيرات كلها نقول أولا احتجاجات فشلت بعضها أدى إلى ظهور نقوله صراعات بين على السلطة ونقوله حروب أهلية مثل في اليمن وسوريا وليبيا وحتى العراق ما زالت يعني في غير مستقرة انقلابات عسكرية مثلا المثال ذي الأكبر دولة في المنطقة هي دولة مصر اللي العسكر قاموا بانقلاب على السلطة التي يعني أن الشعب اختارها بالتصويت الحر إلى آخره المهمة اللي وقع أنه عدد من القوانين تم إما يعني خلقها من جديد يعني مهتمة ب قطاع الإعلام لقننته بشدة وقوانين أخرى مثلا قوانين ضد الإرهاب اللي تم يعني تعزيزها وتقويتها اللي لاحظنا أنه عدد كبير من الصحفيين تم اغتيالهم عمد أو تعرضوا للقتل خلال التغطية ديالهم ديال المواجهات عسكرية بين فرقاء يعني يتنحرون ويتقاتلون على السلطة تقريبا اليونيسكو هي التي تتابع يعني يوميا حالات الانتهاكات الجسيمة هذه حقوق الإنسان التي تمس الصحفيين من هذه الاغتيالات أو الاختيطافات أو التعديب إلى آخرين وتطلب من الدول من الحكومات في المنطقة أنها تزودها بالأخبار وتدير تحقيقات إلى آخرين وأنها تنشأ داخلها هيئات لمتابعة الحماية الصحفيين الدولة الوحيدة اللي درتها هي العراق والعراق في هذه السنة اللي فاتت أرسلت مجموعة من تقريبا 300 صحفي اللي من 2006 تقريبا اللي اغتيلوا وتقريبا تسعين وتسعين في المئة ليست لهذه الحكومات معلومات عن مدى حصل هؤلاء الصحفيين والصحفيات بالنسبة أيضا الملاحدة ووجود صحفيين يعني دائم في إطالة استقطابات الحادة كاستقطابات السياسية وأيضا استقطابات إعلامية ملاحظ أن بعض الدول عرفت استقطابات إعلامية أصبح كل طرف سياسي له فاصيل إعلامي وهذا الفصائل المتناحرة فيما بينه اللي هي ظاهرة صحية أم مرضية طبعا مرضية يعني لأنه كل فريق في هذه السرعات فنقوله قتالية نخده غيمتال اليمن أو ليبيا لكل فريق خلق قنوات إعلامية خاصة بإدعات أو تلفزات أو صحف وصحفيين الذين ينتمون إلى هذه المناطق أو إلى هذه القبائل تم تجنيدهم أصبحوا ما يسمون أدوات حرب ويتقتلون كذلك على المستوى التواصل على المستوى الإعلامي يتقاتل وهذا السبب يعرضهم إلى القتل أنه صحفي يدخل إلى منطقة ليست منطقة قبيلته يمكن أنه يختطف أو يقتال وحصلت في ليبيا عدة حالات وفي اليمن كذلك عدة حالات وفي العراق كذلك عدة حالات هل يمكن الحديث عن إعلام ما بعد 2011 خصوصا في تطور الإعلام كثيرا في المغرب هناك مؤشرات تقيم تطور الإعلام مؤشر قانوني مثلا نحن تلاحظوا قانون الصحفة والنشر الجديد يعني لفادي 2016 ألغى عقوبة الحبسية بالنسبة للصحفيين لكن الخطير هو أنه الصحفيين يتم محاكمتهم بمواد في القانون الجنائي هذه مسألة ما زالت تناقش ولكن هناك تخريجات تجدها النيابة العامة بأنه الصحفي لا يحاكم بسبب ممارسته المهنة لكن يحاكم بتصرفات خارج المهنة وهناك عدد من الصحفيين متهمين بأفعال لا علاقة لها بقانون الصحفة وهذا يعني غريب المجتمع المغربي والحقوقيين يعني نددوا بهذا التكيف دي العقوبات حسب قانون الجنائي ولكن صحفي نقوله هو ليس صحفي يعني ولكن كان صحفيا وحقوقيا إلى آخر تمت متابعته بأخيرا بالمس بالأمن الوطني يعني خلال تكوين إلى آخر حول واحد الابليكاسيون كانوا داروا تكوين الصحفيين مع الولنديين وقالوا بأنه هذه الابليكاسيون هذا التطبيق يعني يسجل معلومات إلى آخرية وترسل إلى جهات خارج المغرب ولكن هذا التطبيق يدرس في المدارس ويدرس حتى في المعهد الصحفة يعني يطلب من الصحفيين أن يستعمله بالتليفون يمكن لك أن تسجل قصة معينة وتدير تحين ديالها وتنشرها ما كانش وده ما حكموا عليه بسنة يعني المنظمات العالمية كلها الحقوقية نددت به هذا على ذكر المنظمات ما هي المؤشرات المعتمدة في إقرار حرية التعبير في البلدين؟ مؤشرات كل منظمة عندها دولية مثلا عندك منظمة بلا حدود تدير مقارنة يعني صحفيين بلا حدود وعندك منظمة فريدم هاوس تدير تقارير تدير مقارنة بين الدول المغرب تتعرف دائما في ما بين 129-133 في التنصيف الدولي مثلا المعتمدة اللي اعتمدة عليه في التحليل ديالي هو المؤشرات تستعمل اليونيسكو ديال تنمية الإعلام في العالم وفيه تقاربا مؤشر ولكن المؤشرات الأساسية اللي تنشوفه هنه هو المؤشر القانوني الوضع القانوني هل هنالك حماية قانونية للمؤسسة الإعلامية أو هنالك مواد في القوانين التي تشكل خطورة على حرية الصحفة في البلد المعين وش هي خطوط الحمراء وش هي مقبولة مثلا في قضية القدف وتشهير في قضية المس بالأمن الوطني في قضية حماية مصادر المعلومات كل هذه المؤشرات يتم مناقشتها وخبراء في هذه الدول يحللون كان مؤشر آخر ديال تكوين الصحفي وش تكوين متطور تابع التطورات اللي كانوا على المستوى التكنولوجي لأن التكنولوجيا الآن تطور بسرعة جدا هل الصحفية استعمل أدوات تكنولوجية جديدة لجمع المعلومات ونشر الأخبار هل هذه الأخبار تصل إلى المتلقي يفهمها ويتفاعل معها ولا التفاعل ده بالآن ديال المواطنين هذه المؤشرات ولا تخد بالاعتبار عامل ديالتقى في الإعلام وش هذه الدول مثلا الإعلام يعطي تقى لهذه المعلومات دخلوا قضية أخرى هي قضية الأخبار الزائفة هذه بدأت كمؤشر أساسي هل نشر الأخبار الزائفة وكيفش المواجهة هذه وتطلب من الصحفيين كيفش يدقوا من صحة هذه الأخبار قبل نشرها إلى أخيره كسؤال الأخير بالنسبة للحرية التعبير وحرية الإعلام ترتكز على وحد سند آخر له السند القانوني أو تشريعات الآن في المريب عندنا المجلس الوطني الصحفة نحن أيضا أمامنا اللجنة الوطنية للحق في الولوج للمعلومة كيف تقيم أنت الخبير في الإعلام هذه الهيئتين والمجلس الوطني بدأ العمل كانت أخير في صدور قانون تنظيمي كانت نشرف الجريدة الرسمية وكانت أخير في وجود المقر وكانت أخير في الميزانية يعني من 2019 تقريبا مبدأ تتشتغل بجدية حتى 2020 طبعا المجلس أصدر القانون دي الأخلاقية يعني الوثيقة دي الأخلاقية المهنة على أساسها يمكن للمواطنين وأي جهة يعني جمعيات مواطنين أحزاب إلى أخيري حتى الشركات يمكن تضلم طلب رد الاعتبار من المجلس المجلس عنده هيئة دي الأخلاقية المهنة تتشوف تقريبا سنقول السنة اللي في ديسمبر كانت أربعين قادية وصلتهم وتمت معالجتها ولكن الأساف نقول بأنه الموقع الإلكتروني لا يظهر نشاط دي المجلس بحقيقة خاص الموقع التطور كينا اللجنة ديال تأهيل القطاع ديال الصحفة لدار الدراسة كذلك وطلبات من الحكومة أنها مثلا على مستوى الاقتصادي يعني مع كوفيد مع هذه الجائحة تقريبا شيء مئتين وتعين مليون درهم اللي كانت خسارة ديال الصحفة المغربية وطلبات الدعم المجلس كذلك تدخل لما وزير السابق أه وزير الحالي ديال العدل يعني أصدره مسروع قانون ديال مراقبة الوسائط الاجتماعية يعني تقييد حرية تعبير عبر شبكات الاجتماعية وخط موقف إيجابي كانت ضده قتلولة يعني مثل كثير مؤسسة وتما سحبوه يعني هي تشتغل وخرجت واحد تقرير اللي مهم جدا أنا لم أراه في أي بلد عربي مثلا هو تأثير هالأخبار زائفة ديالجائحة في الصحفة المغربية ومشي في المواقع الاجتماعية الصحفة المكتوبة الرسمية يعني اللي هي متمكنة من العمل يعني الصحفي معروفة وخرج بأنه هناك عدد كبير من الصحف اللي نشرات أخبار زائفة ومسحاتها هذا تقرير جدا 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 ماذا عن اللجنة الوطنية والحق؟ هذه اللجنة طبعا تهياء وشو نقول جديدة تهياء نرى هذا مرحلة ديالة جديدة كوين ديالها معروفة يمثلوها شخص مثلا من المجتمع المدني ومونا يعني اللجنة الاجتماع دوريا تتناقش التظلمات اللي تجيبها المواطنين تطلب المعلومات أو أي جهة تطلب معلومات وتترفض لها تتوجه لها تدير تظلم تهياء خاصة تكون شفافة تقول لنا عدد تظلمات اللي جاتها كيفاش حسمات فيها إلى آخر هاتش ما معروفش حتى تدخل الموقع ديالهم الإلكترونيتا وما ما مكنش هد المعلومات مسألة الاستقلالية ولكن هي ومسألة الاستقلالية هي الآن مكنش مطرحتش للنقاش لأنه مكنش قادية أنه بانت بأنه هناك خلاف بين رئيس اللجنة ورئيس الحكومة هي تابعة رئاسة الحكومة مكنش قادية خرجات باش ترحى المسألة ديال ولكن في المؤشرات الدولية وفي نماذج كثيرة ديال لجان الحق في حصول المعلومات تتكون هذه اللجنة مستقلة عن أي هيئة حكومية يعني ما تابعة تشهي إلا كان تابعة تتكون فقط على المستوى المالي مثلا تتكون تابعة فقط للبرلمان برلمان هو اللي تسهر على تقييم العمل ديال هديه اللجنة ماشي ماشي الحكومة ولكن ماليا تتكون مثلا ماليا تتكون جهة معينة وزارة المالية أو كده هي اللي تتعطي اسمية المالية السنوية ديال في المغري بقى مطلحاتش ولكن احنا حطيناها كقضية أساسية ديال الترافوع مستقبلا من عنات السنين أربع سنين غاديبان اشنا النواقس أولا ديال القانون لما تتحطوا على المحك تبلك اشنا التغارات أو المواد اللي ما تتشتغلش ولكن احنا تنتظروا الآن التقرير السنوي ديال اللجنة مفيد لنا باش نعرفوا اشنا هي المشاكل اللي موجودة في تنزيل هذا القانون والمشاكل معروفة ولكن ما تتشتغلوش عليها الآن المجتمع المدني بقى ما تتشتغلش عليها أنا بدي شخصيا تشتغل عليها الناس ما زالت تنتقدوا في القانون كيفاش خرج يعني في 2018 ما زالت تنتقدوا في مواد القانون نحنا تجاوز ندب القانون كين خس نشوفوه أسنى العراقيل اللي كيناء اللي تتواجه هذه القانون في التطبيق السليم دياله كيفاش الادارة الهدف دياله واشن هو كيفاش الادارة تكون شفافة كيفاش الادارة تعطيني المعلومات اللي تطلب المواطن اللي تطلب المواطن بدون واحد الجمعية دارت واحد انتاز يعني تقريبا صيفتت شي شو نقوله شي خمسين طالب وتقريبا شي نسبة ديال العشرين في المئة ديال المؤسسات اللي جاوبت والمؤسسات الأخرى ما تجاوباش وحتى أنها أرسلت تظلمات إلى اللجنة حول هذا الموضوع واللجنة ما توصلت بتشي حاجة قلت ليك وما جاوبت هاش خرجت في الصحف هذه المعلومات هذا تبيين بأنه قاعد فاعلين في هذا المجال خاصة الإدارة العمومية والمحلية إلى آخر واللجنة يتحركوا شوية يبينوا بأنه القانون موجود والمواطن عنده الحق طلب المعلومات إلى آخر اشتركوا في القناة